ما تيجي أقولك أم مرة أدكت الحيوانات نعمل إيه ودي بوابة الدخول الرئيسية وهنا دخلنا بقى كانت الحمد لله فاضية ولازم هنا تصور الخريطة عشان ما يطهش جوه وأول ما دخلنا لقينا الجمل ده في وشنا وكانت الناس بتأكله برضه لو أنت عايز تأكله عادي جدا وهنا بقى حبينا نأكل الحيوانة بوعات صدق بأيدينا وكان شكله حلو قوي وهنا بقى حبينا نتصور معشان ما نفعش نسيبه ومنتصورش معشان كان طايب قوي وحلو قوي وعاملين اندهلهم بس بس له ان هو حتى يبص علينا مش عايز يبص فعلا مالك غابة وبتكبر علينا وهنا النعمة دي بقى كانت شكلها حلو قوي بس يعني مش قوي عشان كانت أنا خايف منها بس اشت يعني لو روحت هناك هتببسته برضو عادي وهنا بقى معانا النعمة الموديل دي كانت عناها لبني وكان شكلها رائق كده وكانت حلو قوي بجد او مرة شوفها وبقى معانا التمساح ده كان مستخبب مننا بجد وكانش عايز يطلع على الناس ومش عايز يطلع على الصخرة بتاعته فالحمده اللي احنا عرفنا نصوره برضو ولازم بقى تعدي على بيت الزواحف وكده كون خلصت الجزء ده واستنوا بقى لجوه بيت الزواحف ايه وش بيت الزواحف حبيتها رياحلي خمس زي كده عشان اليوم طويل اول بقى ما دخلت لقيت التمساح ده كان ايه محبيتها صحي والحمده الله صحي في الاخر وبص لنا بص استحكار والضب ده بقى اول لما دخلنا لقيته بقى مالية برزينا مهارات ورقصينا شباية وتثبت كده مش عارف ماله بس هي يعني تمامي ومعانا اللي اتنين دول بقى ما كانش طاقين بقى خالص ومن قبل ما صار كانوا عمليه اضربه في بعض وهنا الراجل ده بص لي بصة اللي هو انا اضربك ومعانا بقى اكتر حاجة في الدنيا السلاح فبجد كانت هادية جدا واملا تاكل في حالة ومالاش دعوة بحد ومعانا التعبان ده بقى كان مستمتع جدا في المية وما كانش مهتم بحد فينا خالص فيعني انجوي انجوي يا صاحبي وهنا بقى ما صدت شفت التمسيح فيس تو فيس واللي عزل ما بيننا الازاز ما كانش برضو مهتمين بحده كانوا نايمين ولا هو اقبطوا راسكو في الحيط وهنا بقى معانا الترسى بتفكرني بالشباب اللي هما بيروحوا البصين ويطلعوا درعتهم من على البصين كده ويحطوا نظارة ويتصوروا وهنا بجد التعبان ده انا مش عارف اللي خلوانا نصوروا بالوضعية دي وبجد رعب 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 جد تعبانين دول كانوا اخر حاجة في بيت الزواحف وكان شكلهم حلو وهنا بقى حابين نلعب شوية طبعا بقى معانا الحسان ده ومش يعرف اقول اسمه هنا عشان الفيديو ما تحذرش ومعانا بقى الجمل ده كان نازل حش في الاكل كده وما كانش هامه حد ومعانا بقى ده كان شكله تحصه جاي من فيلم الاساطير كان شكله جميد جدا وهنا بقى معانا الفراخ وطبعا عالفين الفراخ وهنا بقى معانا كيان ده مكنتش عارف اسمه الصراحة ومعانا كلب البحر كان مستمتع في المية قوي والراجل بقى رماله سمكة هنا فكال السمكة وحب يبلع بحبة مية والحمد الله ما تفش علينا وهنا بجد بقى جبلية القرود والقرودة اللي كان بتتفرج علينا مش احنا اللي كنا بنتفرج عليهم ومعانا بقى الفيل ده وحبت اصوره وهو كان بلاسك بس اشت يعني مفيش فيل وهنا يا شباب حبينا نجرب السينما السري دي اللي في حديقة الحيوانات واقول لكم حلوة ولا وحشة وتستهل التجربة ولا ودي اسعار التذاكر واخدنا بقى التذاكر هنا وهنا بقى دخلنا وكنتم متحمس جدا وهنا بقى خدنا النظارات مستنين العظمة والرعب اللي هيتعرض على الشاشة وطبعا هنا البسنا النظارات ومستنين قلبنا يقف ودي بقى بداية الفيلم وهسيبكوا تتفرجوا وهنا بقى شكل النظارة ما كانت تشغيلة معايا خالص ولا مع صاحبي وبجد ما اخفناش واللي كان بداني في موضوع الهزة بتاعت الكرسي وهنا بقى شكلنا فرحان جدا ومبسوط من الفيلم فطبعا تجربة مش هتتكرر تاني وانا بنعايت بسبب ان احنا دفعنا لعشرة جنيه في الفيلم وطبعا بعد اما خلصنا السينما وكده روحنا بمتحف الحيواني اللي فيه الحيوانات المتحنطة اول ما دخلت بقى لقيت الحيوانات كلها بالمنظر ده وكلها متحنطة وكلنا اكيد تفاكرين الفيلم اللي هو الاجنابي اللي هو بتعلمتها في الحيوانات اللي بتتحرك فيه بعد ما بقفله اكينه بجد هو وانا اسبكوا تتفرجوا على الحيوانات لان انا مش عارف اساميها فبس نتفرج مع بعضينا يعني لان فيه حيوانات شكلها غريبة بجد اول مرة شوفها يعني النصر ده بجد حجمه كبير اوي 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 هو متحنط كمان امار في الحقيقة كان عامل ازاي وهنا بقى الكود الزغير ده والكت الاسود واكيد مكتوب في كل حاجة التعريف بتاع الحيوانات يعني كل حيوان مكتوب جنبه اسمه والمكان بقى مليان مليان حيوانات كتير اوي متحنطة من اول الفراشة لاكبر حيوان موجودة على الارض والحيوان ده بقى اسمه التيل الاحمر اكيد كلنا عارفينه يعني بس بجد كان اكينه حقيقي جدعان يعني مفيش فرق خالص والارض ده بقى بجد كان شكله يخوف بجد يعني مش عارف كان شكله يخوف اوي بس اكينه حقيقي ناقص ان هو يتحرك بس اوي يديني بالموزة واحل حاجة في المكان اما روحنا هناك كان في الصيف وكده وكانت جو طوح فيه هناك يعني انت كيف مهتمين بي اوي وهنا اجمد حاجة الزرافة كانوا محنطينها بشكل جميل اوي بجد يعني اكينها حقيقي هو المكان لي رهبة غريبة يعني انت بتتفرج على حاجة ميتة بس متحنطها فالموضوع مخيف هناك معنى الحمار الوحش يا جدعان بس شكله عامل زي اكينه هيتحرك انا عايز انكوا تركزوا في التفاصيل بتاعة الوش اكينه بجد هيتحرك يعني والحاجات دي كانت معمولة بدقة عالية اوي الى رؤوس الحيوانات دي كلها معمولة بدقة يعني بص الغزالة اكينها بجد هتغمز يا له والبتاعتها برضو شكله يخوف اوي يعني بص العين والشعر والقرون وكل حاجة طبيعية اكينها حيئة وده بقى اكينه كان بيبصلي يعني انا كنت بروح يمين شمال اكينه بصصلي بجد كان نوع عباوي بس كان جامد ومعانى راس الزرافة برضو المتحنطة دي ايه ده يا جدعان ايه ده ايه التفاصيل دي ولما تروحوا هناك بجد هتحسوا اللي انا حسوا يعني بجد هكين الحاجة حقيقية يعني هتتحرك وده بقى اكتر حاجة فاجعتني بجد يعني اكينه هيكل عظمي انسان بس تلعى شمبانزي وده شكله الغربة وهو متحنط يا جدعان ايه ده والفراش المتحنط ده الوانه كلها كانت طحفة طحفة بجد كنت نفس اخد واحدة ومعانى السمكة دي بقى كان شكله متحك قوي لها مدام نفيخة متعيقلي صح ولا انا غلطان وحاوليها صدف برضو بقاله كتير وده مراحل نمو لصدفة السلحفة بصوا من صغير لأكبر 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 شكلها كان حلو قوي وده اكبر حاجة يا جدعان بجد حلو قوي ومعانى الطائر ده بقى انا اول مرة اشوفه في حياتي وده كان حقيقي بس متحنط يعني انا مش عارف بجد لو على حياة ده بقى شكله عامل ازاي وبرضو الطائر ده كان شكله قوي قوي يعني شكله عالحياة قوي ومالبقى لو كان فيه روح كان عامل في ناية والباغبغان ده كان متحنط والوانه كانت حلوة قوي بس كان متحنط يا جدعاني بجد كنت نفسي يبقى عندي واحد زي ده في الحياة واحلى حاجة في المكان ده انه هما كانوا مهتمين بنظافة المكان والجو كمان كان سائع وحلو ولقيت اكتر باغبغان بحبه وبحب اتفرج عليه على النت واكنه كان حاية بس نواز تتحرك بس هي الحاجة احسن حاجة هناك ان هي محتفزة براوناكا يعني شعرها محتفز بيه كل حاجة محتفزة بنفسها ولقيت الغزالة دي كت عايزة تنتحر وكتقعدة في وسط المتحف ولقيت بقى الطاقوس يا جدعاني الطاقوس كانت الوانه حلوة قوي وبجد كانوا محتفز بكل نقطة فيه كان حلو ولقينا الوزة كيوت دي وبجد للحظة كده فكرتها بتتحرك بجد وكانوا محنطين النعامة دي بالبيت بتاعها وكان اكينه حقيقي وكمان لقينا البومة دي كانوا محنطينها وكان شكلها حلو وهنا كانوا محنطين النمور كلها خاطنا في قسم واحد وبجد اكينه حقيقة 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 وبكده كون خلصت الجولة بتاعت في حديقة الحيوان ووريتكم كل حاجة هناك فانصحكم بجد انكم تعملوا كل اللي انا عملتوا في الفيديو ولو حد حابب ان انا اروح مكان تاني غير ده عشان يشوفوا يكتبوا لي في الكومنت تحت اشتركوا في القناة